حقيقة الأمر أن الكتاب الأبيض هو ثالث كتاب يصدر من الصين حول هذا الأمر حول مسألة تايوانية هو كتاب مهم للغاية وبذاته هو خاص الجزء الثالث لأن الجزء الثالث بجانب تحدثه عن التطور التاريخي للمسألة تايوانية والإشارة إلى إعلان القاهرة الذي تم في أربعينيات القرن المنصرم وأشار إلى أن تايوان جزء من الدولة الأم وهذه إشارة مهمة جدا كما يجرى الحال مع هونج كونج ومكاو وكذلك أيضا أن الانفصاليين ومحاولة الانفصاليين على دعم الانفصال للتايوان واللوب التايواني الذي يحاول أن يلعب مع الولايات المتحدة الأمريكية ويلعب مع الدول التي تشجع لعملية انفصالية سيفشل هذا حق أصيل الدولة الصينية الأم حق أصيل لكأي دولة أنها تحافظ على أمنها القومية أنها تحافظ على وحدة أراضيها تعتقد فاطمة بدوي مديرة شؤون الدولية في الأخبار المسائية اليوم المصرية أن صوت النشط للعديد من الدول العربية وحتى المجتمع الدولي بشأن مسألة تايوان يدعم مبدأ الصين الواحدة الذي يعكس الموقف المشترك للعالم إصدار الصين الآن الكتابة الأبيض في هذا التوقيت الحرق الذي تشهده مسألة تايوان في غاية الخطورة والأهمية الكتابة الأبيض ركز في حيثياته على أن ضرورة وحدة الأراضي الصينية ووحدة الصين وهذا لم يكن رأي الصين منفردة ولكنه كان رأي عالمي تأييد 170 دولة على مستوى العالم وخاصة الدول العربية ومصر أن تايوان جزء لن يتجزأ من الصين كان هذا أمر نهام جدا الكتابة الأبيض وضح معلومات وبيانات في غاية الأهمية في الوقت الراهن لأن هناك استفزازات أمريكية للصين حكومة وشعبا وقيادة ترجمة نانسي قنقر